الملخص هو عبارة عن نسخة مختصرة وموجزة من الأطروحة العلمية لا تتضمن أي معادلات أو مراجع ويفضل أن تبدأ بأهمية الفكرة البحثية وتكون في حدود من 250 إلى 350 كلمة تسرد فيها النتائج الرئيسية وتحدد فيها منهجية البحث مع الأخذ بعين الاعتبار ما هو السؤال المراد طرحه؟ ما هي النتائج؟ وما هي الإجابة على السؤال المطروح؟